بسم الله الرحمن الرحيم ازايك وحب اي بقى اغباركو ايه يا رب دايما تكونوا بقى الفخير كل سنة وحضراتكو طيبين انا نوا مقلد من قناتنا وفوت ان شاء الله النهاردة هنعمل احلى كنافة حاجة كده جميلة يعني وسهلة وسريعة وتحلية مفيش احلى منها هنعمل كنافة بالفواتي هنعمل كنافة بالمنجة طبعا معروفة وكنافة بالفراوي يلا نسمي الله ونبدأ ودخل المطبخ كده نشوف هنعمل ازاي يلا بينا هنا بقى يا حبيبي جمنا الوق وحطينا في معلقة سمنة كبيرة وحطيت عليها كمان معلقة سمنة بلدي مش كبيرة عشان بس ناخد منها الطعن وينسفها تسخن على النار وفي الوقت ادي احنا مفرزين الكنافة كبناها من الفرزل على طول قطعناها تبا سهلة طبعا لما تفرزيها ويا ما مش ما عندك اش وقت هتقطعها بقى حتة صغيرة لكن لو موجودة لو عندك الوقت احطها في الفرزل من قبلها في 3 ارباح ساعات او من قبلها في يوم هتكون هتسهل عليك كتير وهنا هنحمرها بقى على على المتجاز وممكن تحمرها في الفرزل كما انت عايزة انا بنحمرها بقى يعني وبراحة كده عليها واحدة واحدة كده علشان هي يعني لو غفلت عنها ثانية واحدة هتتحرق منك او هتاخد لون مش مش حال يعني ما ينفعش تسي بيها وتروح مسلا ترد على تليفون او تفتحي باب او كده لا مش هينفع خالص ايديك مطلحش منها خالص لحد ما تاخد اللون المناسب وهي براحة كده واحدة واحدة هتاخد منك اللون جميل جدا شايفين كده خلت لون ايه انا عايزة كمان شوية لون اغمق سنة كمان هنفضل برضو على البوتجاز لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه وخلاص كده اللون اللي احنا عايزينه ده تمام هروح بقى شايفين هنا حطيت عليها دوق معلقتين عسل بس كده عسل كنافة عادي هنا بنعمل كريم شنطة حطيت يا ايما تعمل العبوة ولا انت تشتريها تتابع المكتوب عليها يا ايما لو شريها بالكيلو زي الحالات كده اعملي الفنجال علي كباية مية متلجة او لمن متلجة وحط بقى السكر اللي انت عايزاه لو هي خام لو هي بسكرة خلاص مش هتحتاج بسكر عسل كنافة عاملينه ازان عاملينه تقيل جدا عسل كنافة بيبقى تقيل يعني هتحط كبايتين مية عليهم كبايتين سكر اول ما هيغلو هتحط عليهم عصرة لمونة ولو عندك عسل جلوكوزية سلامي عن التماء وتسيدونهم مع بعض يغلو على النار 7-8 دقيق كده خلاص ده بالنسبة للعسل هيا بنعمل الكريمة احنا عايزين الكريمة بيضة خلص مش عايزينها باي باي حاجة خلص ولا اي فواكه ان احنا عاملين عصير الفواكه اللي احنا عاملينها هنشتغل النار ده بنوعين فكهن هنشتغل بالمنجة وهنشتغل بالفراولة على فكرة الكنافة يا جماعة من المغبوزات اللي هي بتتعامل بالديو والمين يعني بتمشي معك اصلا حلو وحادق وتعايزة تعملها باي نوع فكهة هتمشي معك مش هتقولك لا وهتبقى طعمة جميل جدا ده المنجة وده عصر المنجة عصر المنجة من غير حتى يعني عصرت المنجة كده بخلاص لمعلاقة سكر واحدة هنا بتزقي الكنافة بتحط معلقة كنافة في كساتك او كبياتك او اي حاجة هتعملي فيها وتسقيها الاول منجة وبعدين هنحط كريمة اللي احنا لسه عاملينها مع بعض بتعملها طباقات بقى زي ما انت عايزة بقى وهنا هنحط المنجة اللي هي القطعة دي يعني بص عملي زي ما انت عايزة بقى ببداعي بقى براحتك وهنا بحط الكنافة تاني هنسقيها برضو بالمنجة ما تنسيش تسقيها بالمنجة علشان اول حاجة تطرى منك وتبقى جميلة والتاني حاجة عشان تاخد طعم المنجة وانت بتاكلت تحس الطعم المنجة في كل كل معلقة منها يعني والقطع المنجة تحطي برضو وممكن على فكرة تعملها في صنية كبيرة او او طاجن او حاجز لو انت عايزة لكن هي هنا بتبقى اسهل يعني كل واحد كده بيخط كباية بتاحت او الكاس بتاحت وتبقى اسهل يعني خلاص هنا بنسقي برضو بالمنجة نحط بقى الكريمة وفوق بقى تحطي لك حتتين منجة كده علشان اللي ياكل يعرف هو بيأكل ايه بالضبط بالمنجة ولا بالفراولة ولا بالتفاح ولا ايه بالضبط فالفاكه اللي انت هتعمل تشتغل بها لازم تكوني عاملة منها عصير عشان تسقي القنافة من العصير اللي انت عاملها خلاص انا بنعمل بيأة الكاساتة هود بالمنجة خلاص كده خلصنا المنجة نعمل الفراولة برضو عاملة عصير فراولة بس عاملها يعني في كطح كده وعندي كطح برضو فراولة هنحط الكنافة ونسقيها بالعصير كما عملنا في الثاني بعصير الفراولة انك عصير اعملنا بعصير المنجة هنا بنعمل بعصير الفراولة هنحط كطح فراولة خلاص وتعملها كده بالتبادل مع بعضك طبعا مع بعضها تخطي كريمة بقى ما تخطيش تخطي كنافة اعملها بالتبادل باللي انت عايزها وراحتك خالص فعلا ايه بتبقى طعمها جميل جدا يعني عملنا طبعا كام صنف وكنافة قبل كده مع بعض عملنا الكنافة اللي هي بالقشطة وعملنا الكنافة اللي هي البرمة وعملنا ايه كمان وعملنا الكنافة هو بالمانجة والفراولة يعني ما شاء الله يعني رمضان كريم بقى كل سنة وحضراتك طيبين خلاص كده زواقي بقى الكسات بتاحتك الكوبايات بتاحتك براحتك وزي ما قلتتلك ممكن تعملها ببولات عادية خلص ممكن تعملها في كوبايات زي ما انت عايزة المتاحة عندك وموجودة عندك اشتغل به مش ما ما تأيديش نفسك بحاجة معينة خلاص هنا بنفعل نشهوت عشي البقى الكراكيب بتاعتنا ديت ونقدمت الحاجات والكاسات بتاعتنا ايه راييكو بقى لازمها مش جميلة طب عملتلي لايك يا رب ما تنسينيش تعمليني لايك وان لو مكنتش اشتركتي في قناتي يا رب تنوريني وتشتركي في قناتي واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة